في استعمال المواقع الإلكترونية للإعلان عن نتائج مختلفة المسابقات والامتحانات الرسمية التي تجرع على مستوى المدارس والمعاهد التربوية أو غيرها من المؤسسات العمومية أضحى يصدم العشرات من المشاركين في مثل هذه المسابقات فغالباً ما يجدون أنفسهم ناجحين في القوائم الإلكترونية وحين تنشر النتائج الورقية يتحاولون إلى راسبين بعض العينات التي اخترناها من المشاركين في مسابقة توظيف الأساتذة الأخيرة التي تم الإعلان عن نتائجها منذ حوالي أسبوعين ومن المفارقات العجيبة أن نجح المترشح محمد الأمين من ولاية المسيلة عندما تم نشر القوائم على موقع الإلكتروني للديوان الامتحانات والمسابقات ليصدم بعدها عند طلعه على نتائج بمقار المديرية التربية ويتحاول من ناجح إلى راسب والفضيحة الكبرى تلك التي وقعتها إحدى المترشحات من نفس الولاية من راسبة في الموقع الإلكتروني لديوان امتحانات إلى ناجحة في قوائم مديرية التربية ونفس الفضيحة شهدتها ولاية غليزان بعد أن تبين أن هناك ثلاثة من المترشحين رسبوا في الامتحان لكنهم باشروا التكوين الخاص بالأساتذة الناجحين الطامة الكبرى تلك التي مست كفيفا من ولاية المسيلة اجتاز امتحان البكالوريا غير أنه وجد نفسه غائبا في كشف النقاط الذي يستخرج من موقع ديوان الامتحانات والمسابقات اعتماد المواقع الإلكترونية في نشر نتائج المسابقات والامتحانات ورغم محاصينه غير أن الأخطاء التي تصاحبها تستدعي فعلا فتح تحقيقات معمقة لكشف أسبابها اشتركوا في القناة